هو لأ معلم هو لك إبراهيم عادل تعيسوا الحياة لإبراهيم إبراهيم عادل أنا مش بس الإشادة على الجول الإشادة على إنه إبراهيم عادل هو لعيب يتأخر خروجه كتير قوي يتأخر خروجه كتير قوي إنه يلعب في أوروبا يتأخر خروجه في فرصة واثنين وثلاثة الفترات اللي فاتت وموجود من وقت منتخب الشباب بالمناسبة مش المنتخب الأوليمبي لأ من وقت منتخب الشباب الرجل دلوقتي 23 سنة اللعب الصغير هم نتكلم دلوقتي وده وقت التواهج المفترض بتاع إبراهيم عادل وأنسب وقت ممكن يخرج فيه إبراهيم عادل خاصة إن فريد بيرامدز بيمتلك العديد من اللعبة في مركز الجناح عنده رمضان صبح تصديق جولة في ناحية اللي بيلعب فيها إبراهيم عادل وعنده ناحية الثانية عبد الرحمن ومصطفى فتحي فبتتكلم على أربع لعبين أربع جناح بالجناح بالجود هو مطلع زلك العارة كمان فبتتكلم على إنه لا فبيرامدز كان عنده القدرة إنه هو يطلع إبراهيم عادل وهو يستحق ولازم يستحق إنه يخرج علشان خاطر عملية التطور اللي بتحصل دلوقتي تبقى أكتر من كده فالجودة بتاعت إبراهيم مش بس النهاردة الراجل بيلعب عدد دقائق قليلة جدا وبيسجل في كل المباراة عنده بصمة في كل المباراة بيشترك فيها مع منتخب مصر يما بيصنع يما بيسجل صنع وسجل في المباراتين ودي المبارات الثالثة على التوالي اللي الراجل بيشتغل فيها بشكل ممتاز وقادر إنه يسجل لكن خلينا روح لك للجول لأن الجول بالنسبة لي مش قصة جول وشوطة من مصد الملعب الجول فيه جوانب كتير أنا بجأت قيم لعيب من ضمن الحاجات اللي بقيم لعيب عليها الوعي السكانينج القدرة لإنك لما تيجي تبص على الكرة هتلاقي ياريت نعر بس الجول الكرة بتاعت إبراهيم عادل وده يتم من التعليمات إنه كابتن حسام حسين كانوا يلعب في النص خاصة أن إنت أسامة بقاش قادر ويتغير وبعدها عمر بينزل تحت كتير بسبب الوجبات والتكلفات اللي متكلف بيها فكان بيتكلم مع إبراهيم إنه هو اللي هيشتغل في العمق هو اللي هيشتغل في العمق وهو هيشتغل في العمق كمهاجم عشان الراجل يقدر يشتغل على الكرة التانية هو يقدر يشتغل في الكاونتر زينا يحكوا نرجعنا وراء قوي الدي أربعين وانتقافل رجع وراء بخمسة بيلعب قدامه ماربعة فهو اللي عيبي اللي يبقى الحر اللي ياخدوا الكرة تانية وليبتدي يشتغل دي كان بداية من التعليمات تبص بقى على الكرة ويمشي فريم فريم اشنقلك الجودة هنا مش بس فإن الكرة دخل الجون ماشي ماشي هنا كمان واحدة هنا الكرة اتقطعت ترزجيه خدت الكرة حط يا إبراهيم وأول ما إبراهيم استلم ماشي فريم فريم يلا ماشي كمان كمان واحدة كمان واحدة بص هناك الراجل استلم هو لحد الوقت لعمل اسكان ولا شاف الجنوة ايفين ولا عمل اي حاجة فهيعمل ايه؟ هيستلم يحط الكرة قدامه عشان يكسب خمسة ستة متر يتلعبهم لقدام وبعدهم بعد ما هيمشي ويسيب الكرة تمشي لمدة ثانيتين او ثلاثة هيرفع دماغه عشان يعمل الاسكان ويسيب الكرة تتحرك قدامه لحد ما يوصل للمنطقة اللي هو كاشف فيها الجول عمل الاسكان بشكل ممتاز اغتزل فيها مرحلة التحول اي فريق بياخد الكرة في نص ملعبه ويبتل يعمل كاونتر او هجمة مرتدة في حاجة اسمها مرحلة التحول هتحول من الدفاع للهجوم هو اغتزل مرحلة التحول بقرار تلقائي هو الانجح بس ليه بقى الانجح علشان عنده تلات حاجات الراجل عنده الشخصية انه يحط الكرة من هنا الراجل عنده القدرة انه يحط الكرة من هنا وما تروحش في المدرجات الراجل عنده الاسكانينج عنده الفيجين والعين انه يشوف الكرة فالقصة مش قصة جون ودخلت وكسبت منتخب مصر هي بتبين لك حجم اللاعب وثقة لللاعب اللي موجود عندك فانت بتتكلم على ابراهيم عادل ده جوهرة خلاص بالنسبة لي هو الوقت تاني مش بسبب الجون لكن الجون ببين لك حاجات كتير قوي ابراهيم عادل حان وقت خروجه علشان يبقى عندنا زمح بنتكلم على مرموش انه ممكن ياخد الرأي من صلاح لأ ابراهيم عادل ممكن لو اشتغل اكتر من كده واشتغل على البدني اكتر من كده لو راح اوروبا هيشتغل على كل حال وخرج في التوقيت ده مايتأخرش خروجه اكتر من كده وده اللي انا بكلمك عليك كريم التكنيك كمان بتاع انه هو حط الكرة هو مدهاش شلوت اي لعب من هنا بمسافة بعيدة جدا لو هو ما عندوش التكنيكاليتي ما عندوش التقنية اللي يحط الكرة من هنا الكرة عمرها ما كنت هتروح كده كنت هتروح يا ايمة عالية جدا يا ايمة كنت هتروح ضعيفة في ايد الحارس فانا هنا مش بس بقى اثني على ابريم عادل اكتر ابريم عادل جوهرة مهمة جدا اثني على الحارس كمان لا اي حارس برقيته ضغطة كده بقى متقدم شوية لكن كمان بقى احيي كابتن حسام حسن على انه ابراهيم من ضمن الناس اللي كان بتروح المنتخب قبل كده وما كانش بتشتري قلص فهو بيعتمد عليه هو تبديلة مهمة وفي كل المباراة ابريم عادل تبديلة اساسية فابراهيم مكسب كمير جدا جدا على صعيد الشخصية والكواليتي المنتخب مصر معل